هل تعتقد ما يجري الآن هو فعلا لعنة تشرين والدماء البريئة قد حلت على هذه الأحزاب شكرا دزيلا عزيزي نجم بالأحرى اللعنة السياسية اللي حلت على كل العملية السياسية هي ليست ابتداء من مرحلة تشرين نعم تشرين هي فاصلة كبيرة جدا في تاريخ العراق الحديث ولكن اللعنة الحقيقية بدأت في 2010 2010 عندما حورنا التفسير الدستوري لمن هو الفائز ومن تلك اللحظة نحن ندفع ثمن هذه اللعنة اليوم بعد عشر سنوات نفس الذين اجتمعوا وقدموا تعريف مختلف إلى الفقرة من هو الفائز بالانتخابات الآن يبحثون عن حلول للخروج من أزمة التعادل في الأصوات ومن هو الفائز وهل الفائز في الانتخابات هو الذي يفوز بثقة الشعب أم الذي يفوز بجمع أكبر عدد من الاتلافات التي تبنى دائما على صفقات همها الأولى السلطة وليس مشروع الدولة فاللعنة الحقيقية بدأت في 2010 جيد يعني تحت شعار من حفر حفرة لأخيه وقع فيها مو؟ لا أكيد وقع فيها وقد يدفن فيها وليس لا فقط يوقع فيها حلو هذا التعبير ترجمة نانسي قنقر